بسم الله الرحمن الرحيم بداية السلام عليكم جميعا اليوم سأقدم لكم شرحا مختصرا لدرس مشكل الماء وظاهرة التصحر بالعالم العربي حيث يعتبر مشكل الخصاص المائي وظاهرة التصحر من أخطر المشاكل الطبيعية والبيئية التي تهدد العالم العربي وتهدد أمنه الغذائي إذن قبل تحديد محاور الدرس وشرحها لابد من تعريف مشكل الماء وظاهرة التصحر إذن مشكل الماء ماذا نعني بمشكل الماء؟ نعني بمشكل الماء بالعالم العربي هو النقص أو الخصاص في كمية الماء بحيث أنه لا يلبي احتياجات السكان وماذا نتحدث عن الخصاص عندما يقل نصيب الفرد من المياه المتجددة عن ألف متر مكعب في السنة؟ حين ذاك نقول بأن البلد يعاني من خصاص مائي أو مشكل الماء أما بالنسبة للتصحر فنعني بالتصحر وتظهر إنتاجية الأرض وفقدان قدرتها على الإنبات ليس التصحر وزحف الرمال بل زحف الرمال هو مظهر من مظاهر التصحر وإنما التصحر هو عندما تصبح الأرض عاجزة وغير قادرة على الإنبات إذن بالنسبة لهذا الدرس يجب عليكم أن تضبطوا ثلاث عناصر أساسية أولا تتعرفون ما هي مظاهر مشكل الماء وظاهر التصحر بالعالم العربي تحديد عوامل مشكل الماء وظاهر التصحر بالعالم العربي تعرف التدابير المتخدة لمواجهة مشكل الماء وظاهر التصحر بالعالم العربي وقد قسمت هذا الدرس إلى محورين لأبسط الفهم خصصت كل المحور لظاهرة من هاتين الظاهرتين المحور الأول سنتطرق فيه إلى تعريف مظاهر وعوامل مشكل الماء بالعالم العربي والتدابير المتخدة لمواجهته والمحور الثاني مظاهر وعوامل التصحر بالعالم العربي والتدابير المتخدة لمواجهته إذن نبدأ بمشكلة الماء أولا نحدد مظاهرة إذن اختصرت لكم المظاهر في أربع مظاهر يتجلى فيها المشكل المظاهر الأول هو أن العالم العربي يتميز بضعف حصيلته من الموارد المائية بحيث أن حصة العالم العربي لا تمثل سوى 0.5% من مجموعة المياه المتجددة في العالم كما يوضح المبيان في اليمين كما يتميز أيضا هذا النصيب بعدم توزيعه بشكل عادل أو منتظم بين بلدان العالم العربي حيث يتركز الجزء الأكبر منه كما توضح الخريطة في بلدان النيل مصر والسودان وفي أيضا بلدان الهلال الخصيب سوريا وفلسطين والأردن ولبنان كما أيضا يتميز نصيب الفرد بتفاوته بين البلدان حيث نجد أغلب البلدان يكل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب كما يوضح الخط الأحمر في المبيان خط الفقر المائي فلاحظوا بأن أغلب دول العالم العربي توجد تحت هذا الخط باستثناء أربع أو خمس دول هي لبنان المغرب ولبنان على هامش هذا الخط الصومال جزر القمر السودان العراق موريطانيا وجميع دول العالم العربي الأخرى يقل فيها النصيب عن ألف متر مكعب كما أن هذا الحصة تتفاوت حيث نجد في موريطانيا تفوق تلتلاف متر مكعب في حين بلدان يقل فيها عن خمسين أو مئة متر مكعب للفرد يعني تعاني من فقر مائي بطقع كما أن الماء يتميز بعد مواكبته لحاجيات السكان أيضا مظهر من مظاهر عدم تلبية حاجيات السكان إذن هذه أربع مظاهر لمشكل الماء أما بالنسبة لعوامل مشكل الماء بالعالم العربي فهناك مجموعة من العوامل التي تفسر هذا المشكل أمامكم هذه العوامل العامل الأول هو غلبة المناخ الصحراوي فالعالم العربي يتواجد في أرض يسودها مناخ صحراوي كذلك يتميز العالم العربي بضعف شبكة الأنهار مع سيادة الأنهار الموسي ميادات الجريان المائي الطعيف إضافة إلى قلة حجم المياه الباطنية وضعف وسائل تخزين المياه قلة السدود وانتشار التبخر والتزايد السكاني السريع فسكان العالم العربي تزايدون بوتيرة سريعة تؤدي إلى تزايد الضغط على الموارد المائية وهناك أيضا مشكل تزايد طلب القطاعات الاقتصادية أو خاصة الفلاحة فتطوير الفلاحة يتطلب مزيدا من المياه وكذلك أيضا الصراعات السياسية بين الدول العالم العربي الصراع ما بين السودان ومصر وإتيوبيا حول مياه نهر النيل الصراع ما بين توركيا وسوريا والعراق حول مياه نهرين دجرة والفرات الصراع ما بين فلسطين والدول العربية والكيال الصهيوني حول مياه نهر الأردن كذلك أيضا هناك تبدير للمياه من طرف دول العالم العربي إذن هذه هوامل مشكل الماء أما بالنسبة للتدابير المتخدة فتتقد مجموعة من دول العالم العربي إجراءات للحد أو تفيف من مشكل الماء إليكم بعض هذه التدابير في أصور من بين هذه التدابير اللجوء إلى بناء السدود خاصة المغرب ومصر والسودان والعراق وسوريا وموريطانيا كذلك أيضا نموذج تحلية مياه البحر بالنسبة لدول الخليج العربي كذلك أيضا الاعتماد على الفرشة الباطنية كما قام القدافي أو مثل ما قام به القدافي في ليبيا عن طريق إنشاء نهر الصناعي العظيم الذي قام بنقل المياه من جنوب ليبيا إلى شمالها عبر أنابيب ضخمة كما توضح الصورة أمامكم أثناء إنجاز المشروع واعتماد طرق السقي العصري كما توضح الصورة الأخرى كذلك أيضا القيام بحملات التحسيس والتوعية إذن هذا بالنسبة لمشكل مظاهره وعوامله والتدابير المتخذة للحد منه أما المحور الثاني فقد خصصته لمظاهر وعوامل التصحر في العالم العربي والتدابير المتخذة لمواجهته بالنسبة لمظاهر التصحر فالتصحر يتخذ مجموعة من الأشكال منها الإقحال أو التجفيف وهو حدة جفاف الأرض وتشققها الترمل أي زحف الرمال على حساب المجال الزراعي نضوب المياه أي جفاف الأنهار والأودية والعيون تملح التربة ارتفاع نسبة الملوحة بالتربة وتضهور الغطاء النباتي كما أن الأراضي المتصحرة في العالم العربي تفوق تلتي مساحة الأرض في العالم العربي أكثر من 68% وهناك أيضا 20% من الأراضي في العالم العربي هي أراضي مهددة بالتصحر ولم تبقى سوى 11% هي الأراضي الصالحة للزراعة وبالتالي فالأمن الغذائي للعالم العربي مهدد بشكل كبير وكما تتفاوت هذه النسبة بين البلدان فبعض البلدان تفوق فيها 70-80% نسبة تصحر مثل دول الخليج العربي ومصر وليبيا والجزائر هذه البلدان الأكثر تصحرا في العالم العربي أما بالنسبة لعوامل التصحر فقسمتها إلى عاملين عامل طبيعي وآخر بشري العامل الطبيعي مرتبط بالتقلبات المناخية وتزايد حدة الجفاف والتعري المائية والريحية ووجود العالم العربي في مناطق صحراوية أما بالنسبة للعامل البشري والذي يزيد من حدة التصحر فهو الاستغلال المفرط للموارد المائية السطحية والباطنية تلويت التربة اجتتات الغطاء النباتي الرعي الجائر الحرط في اتجاه معاكس للانحضار في اتجاه الانحضار عفوا والسقي المفرط والزحف العمراني زحف المدن والبنايات على الأرض الزراعية الذي يزيد من ضيق المجال الزراعي وتقوم دول العالم العربي بمجموعة من تدابير للحد من هذا المشكل منها ما هو تقني وما هو اقتصادي وما هو اجتماعي وما هو قانوني فعلى المستوى التقني تقوم دول العالم العربي بالتشجير كما توضح الصورة اليسار تثبيت الرمال بطرق متعددة الحرط حسب خطوط التسوية اي عكس الانحضار اعتماد التناوب الزراعي او الدورة الزراعية للحفاظ على الأرض هناك تدابير اقتصادية تتمثل في محاولة كيف الانشطة الاقتصادية مع خصائص المناطق الجافة وهناك تدابير اجتماعية حيث تحاول الدول محاربة الفقر وتحسين المستوى المعيشي لسكر المناطق الجافة من اجل التقليل من الضغط على الاراضي الزراعية وزيادة في حدة التصحر وهناك تدابير قانونية حيث تصدر مجموعة من دول العالم العربي قوانين للمحافظة على التروات الطبيعية ومساعدة جميع الدول العالم العربي على الاتفاق الدولي لمكافحة التصحر لكن رغم هذه التدابير والاجراءات المتخدة سواء على مستوى الحد من مشكلة أو الحد من ظاهرة التصحر يبقى العالم العربي تواجه هذه الظاهرة وتبقى مشاكل هذه الظاهرة قائمة ومستمرة وفي النهاية أتمنى أن ينال الدرس إعجابكم ولا تبخلوا علينا من فضلكم بالاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم